في كثير ناس متابعين للقضية الفلسطينية بغض النظر عن مجال عملهم وفي كثير ناس بعبروا عن انتمائهم لفلسطين مش بس في الأيام العصيبة وإنما بأي مناسبة وبأي يوم وفي امرأة دائما ما قبل أحداث طوفان الأقصى وما قبل 7 أكتوبر كانت دائما ناشطة حقوقية بتحكي دائما عن القضية وبتحاول أنها ترفع الوعي حول القصة الحقيقية للفلسطينيين وطبعا نعم بتأدي أداء رائع في نشر المحتوى وفي توعية الطلاب والطالبات في عدة مدارس في الأردن لهيكي اليوم ضيفتنا هبا خوري ألمونة أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صباح الخير صباح الخير هبا أهلا وسهلا بك يعني احنا أكثر ما نحن بحاجة إليه الأشخاص الحقوقيين اللي صوت الحق عندهم عالي على الرغم من تواطئ النظام الدولي وكل المنظمات التي تخص بلاش كل معظم المنظمات التي تخص والتي تختص بحقوق الإنسان ولكن نحن ما زلنا بحاجة إلى أصوات عالية تنادي بالعدالة والإنصاف وتندد بما يقوم به العدو من وحشية ومن مجازر دموية اليوم بدنا نركز على فئة الأطفال أطفالنا اللي عم بيشاهدوا ما يحدث خلف الشاشات عبر النشرات الإخبارية واللي احنا ما بنقدر نعيشهم في منأة عن الواقع لأنه هذا مش الحل احنا المفروض أنه نردعهم القضية الفلسطينية من هم وصغار حتى لما يكبروا يكونوا أصحاب حق وأصحاب أرض ولكن المعادلة عم بتكون كتير صعبة بالنسبة للأمهات والأباء اللي عم بيسمعونا بداية كيف نتعامل مع أبنائنا في ظل الأزمة الإنسانية اللي عم بيعيش هالعالم تمام شكرا أول إشي على هاي الاستضافة أحب أحكي شغلة مبدئية هلأ لازم نتفق على نقطة أنه القضية الفلسطينية هي قضية حقوقية وإنسانية ونضالية نعم فبالتالي هي قضية بتعرف الأطفال والشباب على الهوية تبعتهم فبداية أنا دايما بحب الطرق المبسطة نحكي دايما مع الأطفال والشباب بطرق مبسطة عشان نجذبهم للموضوع التعيدات السياسية والمصطلحات الكبيرة بحسها نوعا ما شوهت رمزية القضية صار الواحد يشغل باله بإيش السياسة عم بتقول وإيش المحافل الدولية عم بتقول ونسينا إنه هي قضية جدا بسيطة إحنا عم نحكي عن شعب تهجر والطهر عرقيا وتعرض لأبشع أنواع المجازر في التاريخ الحديث وإحنا بدنا نقاوم هذا الإشي لأنه نحنا هويتنا مفروض تكون واضحة إحنا مع يعني إحنا نرفض الذل نرفض الجرائم ضد أي إنسان بغض النظر عن لونه شكله دينه يعني لازم نظلنا نمحور القضية الفلسطينية حول الإنسانين فبالتالي لما الطفل أو الشاب أو الصبية بدهم يتعلموا أو يتثقفوا عن القضية الفلسطينية هي ببساطة عرف عن هويتك هل أنا مع الحق أم أنا مع الباطل بهالبساطة نعم وقدي شفنا هبة أمثلة لأمهات طهروا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هاي الأزمة عم بيشرحوا لأبنائهم زي ما أنت قلت تخيل ماما يجي واحد يطلعك من بيتنا ياخد ألعابك وياخد دفاترك يعني بيها البساطة حتى لو كان الطفل صغير نعم أنت هلأ عم تعمل إشيء كتير حيلو كتير مهم شفناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم تنشر مقاطع من ورشات عمل وجلسات غير رسمية مع طلاب المدارس في عدة مدارس في عمان بدنا تحكينا أولا عن أهمية إيصال الرسالة لهالفئات العمرية كمان اللي هما كمان المراهقين بيكون عندهم أفكارهم بيبدو هما يحلوا لحالهم وما إلى ذلك وكيف هم بتشوفي تفاعل الطلاب؟ طبعا بحب أحكي أنه فخورة كتير بالجيل الطالع فيه نقطة كتير مهمة كمان بحب الشباب والصبايا دايما يعرفوها أنه دايما منقول أنه المقاومة إلها عدة أشكال المقاومة ممكن تكون بالمقاطع الرياضية الثقافية الفنية ممكن تكون عن طريق الفن، الموسيقى، التراث، إحياء التراث فهاي مجالات كتير مهمة لنرجع لفكرة أنه الوجود مقاومة الاحتلال له أكتر من 75 سنة عم بيحاول محاولات فاشلة أنه يطمس الهوية الفلسطينية والتراث والثقافة والتاريخ كله بس إحنا معركة عن معركة عم نثبت أنه إحنا عم نطلع جيل متمسك بهاي القضية إحنا عم نحكي عن أجيال موليد تسعينات وألفينات يعني جيل عم بوعى ما عاش عز الثورة الفلسطينية لكن عم بيكون متمسك جداً وعم بيحاول بكل الطرق حتى عم نشوف الأطفال الصغار على مستوى رسومات بسيطة برسموا العلم الفلسطيني برسموا حندلة برسموا كيف هم بتخيلوا فلسطين ممكن تكون فدايماً بحس إنه كلما إحنا موجودين أو عم نثبت وجودنا بهاي المعركة فالاحتلال حتماً خاسر في شغلة دايماً بحب أحكيها إحدى رؤساء وزراء الاحتلال السابقة قالت جملة إحنا رح نعمل بدنية لأنه الكبار سيموتون والصغار سوف ينسون لكن إحنا عم بطلع عنا جيل عم بثبت قديش هاي المقولة خاطئة لأنه الكبار عم بيموتوا بس عم بورطوا الجيل البعده يعني إحنا عم نحكي هلأ عن ثالث ورابع جيل للنكبة احتلونا وكل الأجيال الفلسطينية تبعثرت بالشتات وحول العالم لكن هاي هي الأجيال اللي صوتها عم تطلع من كل شوارع دول العالم فالاحتلال إلا زوال طالما هذا الجيل ماشي على هاي الطريق بدي أسألك سؤال افتراضي تخيلي هلأ تسحلك فرصة أن تقيمي جلسة حوارية مع أطفال وشباب في غزة نعم كونوا قاعدين قبالك بوجوه فيها عزة وفيها كرامة بس فيها حزن وفيها شتات وفيها ضياع أهم رسائل ممكن توجهيها لأطفال عم بعيشوا الحرب مش متفرجين وعم بسألوا علامات الاستفهام بالنسبة لهم تترجم على أرض الواقع من خلال قنبلة وقصف وأم شهيدة شو ممكن توجهي لهم رسالة؟ دي ممكن تحكي لهم عن التحمل عن الصبر عن العزيمة عن الرضاء الرضاء بالقضاء والقدر شو هي الرسائل ممكن توجهيها لأطفال غزة في حال سمعوكي؟ شوفي بتخيل أطفال غزة هم اللي بدهم يواجهوني بس هم بحاجة لنا كمان أيضاً هم بحاجة لدعم وأنا دايماً بحكي إن شاء الله يعني على خير نخلص من الحرب هاي رح يكون فيه كتير مجالات محتاجين دعم نفسي ودعم إنساني وتنمية وتدريب ومهارات يعني الطريق لسه كتير طويلة بس إذا بحاجة أحكي لهم إشي بحاجة أحكي لهم قديش هم الأمل بهاي الحياة وقديش إنهم علموا عالم كامل دروس ما بحياتنا كنا بنقدر ناخدها إلا من هدول الأطفال الفلسطينيين يعني أطفال أهل أطفال غزة علمونا دروس حياتية علمونا دروس عن المقاوبة عن الإنسانية عن الصمود مستحيل كان نتعلمها حتى أكاديميا على يد أمهر لبروفيسورات ودكاترا اللي بالعالم لأنهم من رحم معاناتهم قدروا إنهم يخلقوا أمل ويخلقوا وطن جديد بعيونهم فأنا بضم صوتي لصوتك أكيد وهم صحوا المبادئ والأخلاقيات والضمير بكل إنسان مش بس إنسان عربي الإنسانية تحركت وشوفنا ملايين الشباب والشابات الأجانب في مختلف المدن وفي مختلف عواصم العالم عم بيساندوا أهالي غزة وأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية لأنه أي شخص مؤمن بالحرية بالعدل بعدم الظلم هو إنسان أي إنسان انتفض للي صار في قطاع غزة كنا عم نحكي تحت الفاصل عن أهمية النشر وأهمية نشر المحتوى الضقيق والصحيح عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شو رأيك باللي صار هاي المرة لأنه مختلف عن أي مرة مختلف جدا مختلف جدا هلا في شغلة كتير حبيتها بموضوع النشر هاي الفترة غير إنه الصوت عم بوصل وغير إنه عم بيزيد الوعي بالقضية الفلسطينية يعني عم نشوف مؤثرين ببلاد بآخر العالم ما كانوا يعرفوا ولا إيش عم بيصير بفلسطين وفجأة صاروا يعرفوا من خلال النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بس في شغلة كتير لفتت انتباهي صاروا الناس لما بدهم ينشروا ستوري أو فيديو صاروا يرجعوا لمواد من مثلا النكبة الفلسطينية أو صاروا يرجعوا للتاريخ الفلسطيني فهذا الإشي خلاهم يصيروا يتعلموا صاروا يحطوا مثلا مقاطع من اللي عم بيصير حلق ويقارنوها بالمقاطع اللي صارت بالسنوات السابقة بفلسطين فقديش هذا الإشي خلاهم يبحثوا ويتعلموا عن تاريخ القضية الفلسطينية بس من فكرة إنه بدهم ينشروا إشي موثوق ويأثر ويوصل لأنحاء العالم يعني speaking of Richmond عم نحكي إحنا عن مواقع التواصل الاجتماعي فيه ستها داك اليوم كتبة ملاحظة هي مشكلة لها علاقة باللي عم نحكي فيه وكنا قبل الفاصل بتقول أنا من بعد الأحداث اللي صارت من 7 أكتوبر التأثير النفسي على هذه المأساة الإنسانية خلاني أصير مع أولادي عنيفة سواء بالصراخ مرات هيك أضربهم لأنه تبعات ما يحصل على الأهالي أيضا من نقوله إحنا لأطفالنا يعني أنت كأم إذا ما كنت سعيدة من الداخل وإذا كنت عم بتواجهي هالنوع من المعاناة النفسية ما بتقدر أنك تصدري سعادة لأولادك حتى إذا حاولت رح تكون سعادة زائفة بدنا كلمة منك للأباء والأمهات اللي عم بسمعونا شوفي رح أحكي هاي الكلمة وهي نفسها أنا بحكيها لطلاب المدارس إحنا دايما نتهم إنه نحنا عاطفيين إنه الاحتلال والغرب وهيك دايما عندهم إشي يحكوه أكتر مما إشي يحسوه إحنا خطاباتنا عاطفية 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 ميزة بس لازم تكون مدعومة بفكر ومعلومات هاي الأم مثلا إذا هي لقت طريقة إيجابية تفرغ فيها هذا الإشي لو بالخربش على الورق هذا فكر هذا علم زي ما أنا يكون عندي عاطفة مثلا كتير متضايقة على المناظر تسير وأطلع بمحفل دولي أبكي هلأ البكة ما رح يحل المشكلة ولا رح يجيب نتيجة بس أنا بدي أدعمه بفكر ومعلومات فأنا لما بدي أطلع بدي أقولهم هيك 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 التاريخ هيك هيك القانون الدولي بيحكي هيك حقوق الإنسان هيك كذا بدعم العاطفة تبعتي بفكر ومعلومات ونفس الإشي الأهل هلأ أكيد في ناس ممكن تكون هاي أول مرة بتتعرضوا لهذا الكم طبعا من المشاهد والإكسبوجر اللي عم بيسير على الأرض يعني إحنا التلفزيون والموبايل والشوارع وين ما نروح كل إشي موجود فيه صح بس ضروري هذا الإشي الأهل يسيطروا على حالهم فيه لو بدها خمس دقايق تفوت على الحمام تبكي تفرغ يعني أي إشي ممكن يخليها ما تطلعوا على الأطفال لأنه أصلا بهاي الطريق الطفل رح ينفر من كل الموضوع رح يحس إنه ممكن إذا أنا كبرت وبيدي أتعلق أو أتوعى عن القضية الفلسطينية رح أسير مثلا إنسان عدائي أو إنسان مزعج أو إنسان يربط القضية بالعدائية والمشاعر السلبية إنه هذا كله بأثر على النفسية طبعا لأنه بقولك بشكل عام إنه الطفل بطلع على كيف أهله بيكونوا بالبيت على نساق الأهل هزي لما مثلا أم تكوني بتشتغل كتير بصير ابنها يكره الشغل مثلا بربط بإشي سلبي بالغيابي لأنه أيوة هي بعيدة عنه بسبب الشغل فيه شغلة كمان مهمة لاحظنا إنه في بعض الأشخاص وهذا كمان الموضوع بحب إنه نحكي فيه على سيرة الخطاب العاطفي كتير راحوا لفكرة الفيديوهات الحزينة وهلأ يمكن بالمرحلة الأولى كنا بحاجة إننا نصور حجم الدمار وللأسف يعني إحنا كمان استبحنا خصوصية الشهداء وعائلاتهم عشان نوصل الصوت للعالم ولكن اليوم العالم عرف إنه فيه دمار في غزة وعرف إنه فيه شهداء في غزة المطلوب منه إنه نركز على الحقائق أكتر ونبعد عن بس الموسيقى ونحكي مع بعض عربي يعني اليوم إحنا العرب عارفين شو عم بيصير الكونتينت لازم يكون موجه للعالم الغربي هلأ أنا عندي يعني بوافقك وبختلف بنفس الطريقة هلأ أنا دائما بحس إذا الواحد مش قادر يساعد حاله بالأول ما بتقدري إنك تطلب النداء من ناس بعاد عنك نوعا ما هلأ أكيد التعاطف العالمي مهم ومهم كتير شعوب العالم تعرف شو عم بيصير لأنه بالتالي هاي الشعوب بتضغط على حكوماتها بس بحس إحنا بالأول لازم ننهض كشعوب يعني مثلا هلأ كتير في ناس مقاطعة بقولولك هل هيستمر هذا الإشي ولا بعد فترة حتبرد الأمور إحنا لازم نضلنا نضغط على الوضع الحالي للإستمرارية المشكلة اللي عم بتصير معانا بالسنوات السابقة كعرب بيننا وبين بعد أصدك نعم المشكلة اللي بتصير بالسنوات السابقة هلأ غزة مثلا في كتير ناس هلأ أعرفوا إلها 17 سنة محاصرة غزة كل سنتين في قصف أو عدوان وبيروح شهدة هلأ مش بالكمية اللي صارت هاي المرة للأسف بس غزة مش أول مرة هيك بيصير هلأ إحنا دورنا هلأ نشد ونوعي على الاستمرارية لأنه دايماً عم بيكون التعاطف لحظة ترجع الحياة بعد فترة بقولك خلص ما في إشي نعمله لكن هلأ الشعوب عم تغلي في جميع أنحاء العالم فهذا كتير إشي مهم إنه نحنا نركز عليه ومن هون طلعت حملة التوعية بالمدارس فهذا الجيل مهم 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 وضروري جداً أنا دايماً بحب أآمن بفكرة إنه بالرغم من فضاعة اللي عم بيصير وبشاعة الحرب لكن نحنا عم نكسب جيل كامل واعي ومرتبط بأرضه وفاهم حقوقه وعارف وين عم بيروح وعم بيوحد بوصلته فهذا إشي كتير مهم يعني مظبوط أنت هلأ ذكرتي فكرة التعاطف إحنا عم بصير عنا كمان حالة من جلد الذات من قبل أنفسنا ومن قبل الآخرين يعني عم نصير جلدين لبعض شو بيفيد التعاطف شو بتفيد الصور إذا نشرتوها شو بتفيد الفيديوهات كذا والآخير وحضرتك تشتغلي بالمخيمات مثلاً بيجي شخص بيزور مخيم مثلاً شخصية عامة بقول لك ما أنت جاي تتصور مع اللاجئين بعد أن تروح على بيتك تاكل سيفود في تقليل من شأن التعاطف يجب أنه حاربه لأنه التعاطف إذا إحنا عم نترجمه من خلال دعم كلهم يفعل ما بيوسعه كلهم من منصته من منبره من مكانه فلا يجوز لأي شخص أن يوجه أصابع الاتهام إلى الآخرين بقلة الحيلة يعني إحنا مش قادرين على أرض الواقع أن نكون فعالين بشكل كبير ولكن المساعي والجهود التي نبدلها على مستوى شخصي حتى تحدث فرقاً ففكرة التعاطف يا جماعة ما تقللوا من شأنه ما نصير إحنا يعني شو عملت لا أنت تعمل طالما إنسانيتك للصحاضرة أنت قادر صح أو لا؟ 100% هون برجعنا لنقطة أن القضية الفلسطينية أساسها إنساني يعني إحنا شعوب العالم اللي عم تتعاطف معانا أغلبها لا من ديننا ولا من تراثنا ولا من ثقافتنا مثلاً بس عم بتعاطفوا إنسانياً إنسانياً الفرج قريب إن شاء الله شكراً لحظورك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم